سنركز في هذه النقطة على المدرسة الأولى والتي تسمى المدرسة التقليدية أو المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة العلمية لهذه المدرسة عدد من الرواد ينتمون إلى بندئة مختلفة برزهم الإمريكي فردريك تيلور رائد نظريات الإدارة العلمية هذا الرائد أو تيلور أصدر كتاب اسمه الإدارة العلمية في عام 1911 شكل الأساس للإدارة العلمية وهي دراسة منهجها للإدارة حولت الإدارة من الممارسة العشوائية إلى الممارسة المنضبطة المستندة إلى أساس مبادئ معينة وكذلك الفرنسي هنري فايول رائد نظرية الإدارة العامة والتي تطرق إلى عناصر الإدارة وتناول التقسيمات الإدارية بشكل عام وكذلك الألماني ماكس فيبر رائد نظرية البقراطية هذه المدرسة بما قدمته من تطوير الممارسات الإدارية عن طريق استعمال الأسالي بالإلمية سواء فيما يتعلق بالطاقة البشرية أو طبيعة العمل أو استعمال الآلات الإنتاج قدمت هذه النظرية للعمل الإداري ومفاهيم إدارية مختلفة مثل التخطيط والتنظيم والتوقيف والرقابة واتخاذ القرارات وهي عناصر أو عملية أو وظائف لا تكاد تخلو أي إدارة من هذه من الإدارات وكانت من ملامح هذه المدرسة الجادة الاهتمام الكبير بمجال التخصص في العمل ووضع الكوادر المناسبة في المكان المناسب هذه المدرسة ركزت على بعض العناصر أو بعض الوسائل من أهمها أول عنصر ركزت عليه هي دراست أفضل الطرق الفنية لأداء العمل وطبعا فرد الكتيرك قام بدراسات وقهود كبيرة في هذا وكان يبحث عن الطريقة المثلة لممارسة العمل فكان كل مهمة من المهمات وكل عمل من الأعمال يدرس الوقت والحركة ويقعد مع الموظف أو العمل ويسأله إلى أي مدى تستطيع أن تخفض الوقت الذي تستغرق في أداء هذه المهمة فكان يسترط بعض المطلبات وكان في كل مرة يخفض الوقت الذي يستغرقه هذا النشاط حتى يصل إلى الحد الأدنى لممارسة النشاط والمهمة ويلغي كل الحركات التي كانت لا لها أي لزمة ولا تحقق العمل نفسه في الخطوة الثانية وفي العنصر الثانية تم الاهتمام بكفاءات العملية الإدارية بحيث أنه فصل ما بين التخطيط والتنظيم واعتبر أنه التخطيط والتنظيم والممارسة واعتبر الحق الإداري للموظفين وما على العمال إلا الطاعة لتعليمات الإدارة برضو في هذه المدرسة وضعت مبادئ معيارية توقف وتضبط العمل في المنظمة وكما سنلاحظا من خلال المبادئ التي أشار إليها فريديرك تيلور بالإضافة إلى المبادئ 14 مقدة أشار إليهم في فرنسا من خلال ما يسمى بالتقسيمات الإدارية ناخد تيلور بالتفصيل هو ركز بشكل عام على بيئة العمل وكانت لمساهمته في إرسال مبادئ السياسية للإدارية وخاصة في مقال حلال الطرق العلمية محل الطرق البداية أو العشوائية في العمل برضو يعني الاختيار العلمي للعمال وتدريبهم على أساس علمي كان يختار العامل أو الموظف بناء على طبيعة المهمة ويدرس إلى أي مدى هذا العامل يتناسب مع طبيعة المهمة واعتقد بأن المهمات الصعبة والمهمات الكبيرة المعقدة ممكن من خلال تبسيط هذه العملية إلى جزيات بسيطة ومن خلال التدريب للعمل ممكن يعني يسهل كل شيء النقطة الثالثة درس الوقت والحركة كما أسلفت وحاول أن يقسم العمل إلى مجموعة من الخطوات ويحدد الوقت اللازم لكل خطوة وبالتالي كان يتوصل إلى الطريقة المثالية للممارسات العمل وربما هو أخطى في هذه النقطة لأنه ما هو مثالي لشخص لا يعتبر مثالي لشخص آخر وبالتالي لا يمكن أن تقمع الناس على ممارسة واحدة وأداء واحد العمل كما ركز على مستوى الانتاجية وربط الحوافز والمكافآت بالانتاجية فبعدد الوحدات التي ينتجها العمل يكون أقرأ وتكون انتاجيته وزعم بأنه يستطيع أن يأتي بالعامل حتى في أيام الجيازات وأيام الأعياد طالما هو يعطيه حوافز مادية واعتقد بأن الحوافز المادية هي الحوافز التي تؤثر في سلوك العمل والموظفين وبالتالي تزيد الانتاجية تعاون أشار إلى أهمية تعاون كل من الإدارة والعمال طبعا للطريقة العلمية التي يقترحها رجال الإدارة والتي ينبغي على العمال أن ينصعوا لهذه التعليمات النقطة الخامسة تقسيم عادة للمسؤولية بين المديرين والعمال هو عادل من وجهة نظره هو قسم قال أن التخطيط والتنظيم خاص بالمديرين وما على العمال أنه يسمعوا ويطوعوا للإدارة وبالتالي العمال واجب عليهم أن ينصيع والاستجابة لتعليمات الإدارة قام أعطاء الإداريين أو المديرين يعني الوظائف الإدارية التي هي التخطيط والتنظيم العمل وقيام العمال بالتنفيذ يعني دورهم القيام بالتنفيذ فقط يعني العالم الثاني في المدرسة العلمية والكلاسيكية والتقليدية هي هنري فايول وهذا كان طبعا كما أسلفت في فرنسا وأشتهر بالنظرية التقسيم الإداري والإدارة العامة ركز شوفوا على الإسار على خمس عناصر من عناصر الإدارة وأنا قلت لكم في المحاضرة الأولى من هذا الكتاب أنه أحيانا نسميها عمليات إدارة وأحيانا نسميها وظافة إدارة وأحيانا نسميها عناصر الإدارة هنري فايول في عام 1914 سماها عناصر الإدارة وأشار إلى التقطيط، التنظيم، إصدار الأوامر، التنسيق، الضبط والسيطرة وقال أنه في التقطيط هي مسألة ترتيب خطة الإقراءات الإدارية وأنه لا يمكن لأي إدارة من الإدارات أن تنجح إذا لم تمارس هذه العناصر الخمس لأنه لاحظوا في العنصر الأول في عنصر التقطيط لا يمكن أن ينفذ الشخص أي عمل طالما لا يتقد هنا خطة توضح الإقراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ العمل في التنظيم قال ينبغي أن تنظم عناصر العمل المادية والبشرية وكل مستلجمات العمل وبالتالي مسألة التنظيم مسألة مهمة جدا ولا يمكن لأي تنظيم أن ينجح بدون التنظيم إصدار الأوامر إعطاء إشارة البدء والتنفيذ وهذا طبعا إصدار الأوامر تكون من حق المديرين التنسيق قال بالتنسيق بعنصر التنسيق وهو توحيد وربط كافة توقع العمل الإداري كما أشار إلى عنصر الضبط والسيطرة التي تتمثل في مراقبة الأعمال حسب التعليمات أشار فيول إلى 14 مبدأ من مبادئ الإدارة لن نأخذها عليكم بالتفصيل لكن من يوصل في تخصص إدارة ممكن أن يتوسع في هذه المبادئ لكن أول مبدأ هو قل بتقسيم العمل واتضح من الممارسة أن تقسيم العمل يساعد على نقاح العمل وبالتالي ينبغي أن يتم تقسيم العمل بحسب التخصص وبحسب قدرة كل فرد يعني أنت لا يمكن أن تكلف موظف أو شخص بعمل معين طالما لا تدرك ما العمل الذي يستطيع أن ينقزه كم عدد الأفراد الذين تحتاجهم لتقسيم العمل قال بتكافأ السلطة والمسؤولية ينبغي أن تكون السلطة والمسؤولية متساوية السلطة هي حق اتخاذ القرارات وحق إصدار أمر وطلب العمل من الآخرين والمسؤولية هي حق المحاسبية عندما يفشل الشخص والموظف في تحقيق مهام العمل قال بأهمية الانظمات لإنجاز العمل وهي الاتباع اللواح والتعليمات الموجهة للعمل وقال بوحدة الرئاسة من أن ينبغي أن يتلقى الموظف يعني تعليماته من رئيس واحد ووحدة التوقيه وبالتدرق الرئاسي من الأعلى إلى الأسفل وقال برده من مبدأ ترتيب العمل وكلما كان العمل مرتب أو منظم وكلما حقق فاعلية قال بمبدأ الإنصاف يعني العمل أو الموظف إذا شعر بإنصاف فإنه سيسعى إلى إنجاز العمل المركزية هو كان مع المركزية وينبغي أنه يعني لاحظوا حتى المبادئ الأخرى التي تقول وحدة الرئاسة ووحدة التوقيه والانضباط هي برضه تعزز المبدأ اللي أشار إليه ويتمثل بالمركزية يعني مبدأ الاستقرار وأن استقرار العمل برضه يمثل فائدة في العمل لأنه عندما يتكيف العمل الفرد مع العمل ويستعب كثير من الأمور وينقل إلى مكان آخر يظل دائما يعني غير مستقر وبالتالي إن تاكدتها تكون ضعيفة إذا روح العمل أو روح العمل الجماعي أو روح التعاون أشار لها كمبدأ من المبادئ ولا يمكن طالما قال بتقسيم العمل وقال بالتخصص فمسألة روح التعاون هي مبدأ مطلوب وأساسي لتحقيق العمل قال بسيادة المصلحة العامة وإذا تعارضت مصلحة الفرد مع المصلحة العامة تسود المصلحة العامة هذه مبادئ أساسية يعني لا يمكن أن تنقح الإدارة التي التزمت بهذه المبادئ العالم الثالث اللي هو البيروقراطية يعني مفهوم البيروقراطية لماكس فيبر ولاحظوا أنه يقصد بالبيروقراطية اللي هي سلطة المكتب يعني اللي بخط الأحمر سلطة المكتب يعني تعني بيروقراطية إذن وتعني سلطة المكتب الأمر الذي يعني تحديث صلاحية كل فرد في التنظيم ضمن نظام هرمي بحيث يتبع كل فرد رئيس واحد ويتبعهم الرؤوسون حددت سلطاتهم ومهامهم بدقة ضمن اللوائح والإقراءات إذن سلطة المكتب تستند إلى ما جاء في اللوائح والإقراءات برضو ماكس فيبر أشار إلى ثلاثة أنواع من السلطة السلطة التقليدية المستمدة من الوضع الاجتماعي القاعدة وقال بالسلطة المستندة إلى غموط شخصية القاعدة وسحرة وتأثيرها على الناس تأثير الشخصية نحن برضو في المجتمع الإسلامي في عندنا سلطة تقليدية نحترم رجال الدين ونحترم الكبير ونحترم المرأة ونحترمها عندنا منظومة قيم تستند إلى وضع اجتماعي وعقائدي معين السلطة الثالثة التي جارتها هي السلطة القانونية المستندة للدستور والقانون واللائحة وهي سلطة المكتب ولهذا يعتبر لللائحة والقانون والتعليمات سلطة معينة ينبغي على الموظف أن يلتزم فيها وبالتالي لا يمكن يتعامل إلا وفق هذه اللائحة وبالتالي لا يوجد مقال للعواطن لا يوجد مقال للتعاطف مع أي طيب من القضاء طالما الشخص محكوم باللائحة والتعليمات ويكون متردد في كثير من الأمور ولا يتقرأ أن يمجز شيء معين يخشى أن يقع في خطر لأنه سيعقب وبالتالي كانت البورقراطية معيقا لكثير من الأشياء خاصة عندما طبقت بشكل سربي ومقانب لحقيقة ذلك على الغم من هذا تعد هذه الأفكار التي جاء بها ماكس فيبر أثرت الإدارة أو لا يمكن أن تقوم إدارة أو تنظيم التنظيمات ما لم يكن مستند إلى لوائح وأسس معينة هذه اللائحة هي التي تحدد المهام وتحدد الكيفية الاتصال وتحدد كيفية اتخاذ القراري إلى آخر المدرسة الإدارة العلمية ممارسة الإشراف والرقابة الدقيقة على المعلمين شوفوا كيف انعكست على ممارسة العمل التعليمي والمدرسي والتحكم بكيفية ممارسة عملية التدريس وسيادة التفتيش على عمل المعلمين وإبعادهم عن التخطيط واتخاذ القرارات ذات الصلاة بعملهم برضو ركزت على المكافات والحوافز المادية واعتبرت بأن الحوافز المادية هي القانب يعني الحوافز المادية سوى كانت إيجابي بمعنى أن تمنح الحافز أو سلبي بمعنى أن تمنع أو تقطع أقصات من الموظفين إذن التركيز على المكافات والحوافز المادية سوى كانت إيجابية أو سلبية لدفع المعلمين لمزيد من الإنتاج إذن العاقة كانت سلبية وبالتالي تمثل نقطة في الفكر الإداري آخر نقطة في المدرسة العلمية والكلاسيكية والتقليدية نوجه النقض لهذه المدرسة أهم نقض لهذه المدرسة أن تجاهلة العوامل الإنسانية الموظف وتأثير هذه العوامل في إنتاجيته وساوت بينه وبين الآلة يعني ساوت بين العامل والآلة اعتمادها على الدافع المادي كحافز وحيد الحفز العاملين على العمل والإنتاج وبالتالي ربطت المكافأة بالإنجاز أو بما ينتقل الموظف